هارسكا هولوسكوب مع داليا برعاية جوزيف معلوف وفورس باستيتي برج الحمل خلصنا وأخيرا من النزلات وصار وقت الطلعات والطلعات فقط ما إلك إلا التخطيط الصحيح لمستقبل أفضل تكتر عيون الحساد عليك فعلاقتك العاطفية مزينتها السعادة والفراح خرز زرقة والقليل من الانتباه يوفو بالغرض برج الثور تقوى معنوياتك وبتشعر بأنك قدر على تحقيق المستحيل تفيد منها الفترة وبحاث عن الفرص حتى لو معتر ضد طريقك بعض الضباب على الصعيد العاطفي ووضح وجهة نظرك وناقشها مع الحبيب بدل فرض عليك برج الجوزاء تشعر بالاستياء وبعدم الإدراع على التركيز والسبب قلة النوم روح للفراش بكرا وبتشعر بالفرق بكرة بيسعى الحبيب للقيام بأمر بيسعد قلبك وبيحاول إخفاءه وقدر المستطاع قبل الإعلان عنه ولكن ما تضلك لاحقه تركه سوربريز برج السرطان أنت من الأشخاص المسؤولين اللي بيحملوا كل الأمور على عاتقهم ولكن بالنهاية أنت إنسان وبتتمتع بطاقة معينة فما تحمل نفسك عبق أكتر من قدرتك بتلاقي نفسك ببعض الأحيان مضطر لرفض الاستجابة لطلبات الشريك الأمر اللي بيخلق بعض الحساسيات ولكنها بتكون كتير عابرة برج الأسد أنت عايش وحاصر نفسك بالأوهام من الأمر اللي بأثر عليك وعلى اللي حولك فتح حيونك وعيش حياتك واستفيد من الأوقات الحلوية تتحسن الأوضاع العاطفية اليوم وتشعر بحاجتك للتقرب من الشريك تتعاطف مع موليد برج الجوزاء السرطان والجديد برج العذراء ما تكون وحيد اليوم بل حاول العمل ضمن مجموعة حيث بإمكانك الاستعانة بمساعدة ودعم زملائك عاطفيا ما تستخف بإتياء الشريك من تصرفيتك بل على العكس بيدر للتوضيح أو حتى للمصالحة برج الميزين بالرغم من كترة المشاغل بالقاوين الأخيرة إلا أنك يا عزيز الميزين فرحان ومبسوط وعم بتقول بينك وبين حالك الله يبعث الشغل والسبب إنك عم بتقوم بأعمالك من كل قلبك قلبك مزأزق مزأزق ومغرد والحب صار عنوان ما بيزيح عن طريقه الله يديمه دايما برج العقرب بتنشغل بأمور مالية مثل موضوع سلفي أو حتى قرض عم بتحاول إنك تحصل عليه شو بدك بدين أيها العقرب وعلى قد بصوتك ما تأجريك غير مرمادية عم بتعكر صف علاقتك بالشريك ما تخلي الجدل والنزاعات تسمح لإستقرار العراقة بتأرجح بتاتا فأنت بحاجة لطمئنة الشريك وبترجع الشمس بتشرق من جديد برج القوس بيتحدث الفلك عن شراكي ونقاط مهمة خاصة بمشروع إلك فترة عم تسعى لتنفيذه سيبر وبتوصل وبون شانس بيفضي الشريك اهتمام خاص ومميز وبيفاجأك بسهرة رائعة وبيكون عليك أخذ القرار الإيجابي بالنسبة للعلاقة برج الجدي يوم عن يوم عم تشعر بإنك قادر على العطاء أكتر وأكتر والسبب إنه جهودك السابقة ابتدت تبصر النور بتقول سلين دامور و دامتي وهالأغنية مخصصة إلك لأنك محتار بين علاقة الأخوة والصداقة وبين المضي قدما بقرار جدي برج الدلو بتنشط تحركتك الاجتماعية وبتقوم باتصالات بتتبادل من خلال المعلومات هالأمر يعتبر بمثابة عمل بيدر عليك الأموال قريبا بيخوض العازب تجربة عطفية جديدة ومميزة وبيتمتع العازب والمرتبط بلحظات وذكريات لا تنتصر برج الحوت بترفق التأثيرات إيجابية وجيدة على الصعيد المهني وهالأمر بترفق مع مطالبك المالية المحقة بتتحسن أوضاعك العاطفية وبتتمتع بالحيوية النشاط والسعادة حافظ على علاقتك أيها الحوت قد ما بتقدر هذه كانت توقعت الفلك لليوم أما أنا فابله يكون قريبا ومن هلأ لوقتها بتمنى لكم النهار كتير سعيد باي باي